هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم يوحن الأولى الصحة 4 آية 3 السؤال كيف يقول هو الآن في العالم ونحن نعرف أنه ضد المسيح يأتي في آخر الأيام السؤال كويس بس لو خدت بالك من السؤال الآن بتقول إيه فصلها الإنجيل الرسول يوحن في رسالته الأولى التي ذكرتها بس في الآيات اللي قبل منها على طول هي الكتاب يفصل نفسه يوحن الأولى الصحة 3 يقول إيه أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح التي هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم وأني زي مفصلة بعضها. أي إنسان ينكر تجسد الله الكالبة وينكر الفداء الذين عملوا المسيح ولا يقبل المسيح لهذا الماجد فهاو المخلص يبدأ ضد أيه؟ ضد المسيح. روح ضد المسيح. أي روح يتكلم قبلها عن البشر. أنواع البشر اللي بيرفدوا الإيمان بالمسيح لهذا الماجد. بلدها موجودة في العالم Чounds و來說 هي موجودة في العالم. أنا في العالم دولة تبقى معنا ملايين من البشر رفضين المسيح وملايين من المسيحيين بقعد عن المسيح عن الكنيسة عملية فرافضين المسيح همدول روح ضد المسيح وبيعملوا الشر وفساد لما يطلع رتبة كناسية كبيرة في أحد الكنائس الكبيرة يحلل يبارك جواز المسيح يبقى ده روح ضد المسيح ولا مش روح ضد المسيح والحمد لله سيدنا البابا العظيم البابا تدروس رد عليها بالحرف الواحد جاب لهم رمي أصح واحد بيكلم بالتفصيل عن هذا الكلام روح ضد المسيح طبعا أعمل فروح ضد المسيح موجود أه موجود كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل متى خمسة تمانية واربعين تتعاش إزاي تتعاش إزاي حياة الكمال حياة الكمال تتعاش بجهاد مستمر مش في يوم وليل هعيش حياة الكمال إحنا طول ما إحنا عايشين ده بروس رسول يقول إيه جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع عليك البر أخيرا في نهاية أمره فحياة الكمال المسيحي دي محتاجة مننا جهات باستمرار أجاهد في إيه عشان أقتنى الكمال حياة الكمال تشمل الوصايا لربنا يا سعيد دهالي قال مثلا صلوا كل حين أو أعظم على الصلاة يقول سامحوا لعنيكم اللي بيلعني أو اللي اجتمني أسامحوا من قلب ما تعمشي النفسي أو ما رضش الإساءة بإساءة يقول حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أحب مش منتظر الناس تحبيني وحلاقي زي ما تشايفين كده أنا حبتكم من قلبي وأنت حسيتوا بالمحبة القلبية فعلا بدون غرض فكانت النسيجة محبتكم وكانت أحسن من المحبة لأنا أقدمها لكم كمان ممكن تنظر يعني فالمحبة جيب محبة لا تسقط إيه أبدا فحياة الكمال تقتري في العبادة الانتظام في العبادة المخدع أو الكنيسة المواصبة على وصاية النعمة بكل أنواح عشان الوقت يعني نركز حياة الكمال محتاجة أن أنا أشوف وصايا ربنا بيقول لي إيه وجاهد فيها وصية وصية وكل ما بجاهد كل ما حقتني فضيلة مش حقتنيها كلها مرة واحدة طبعا لكن طول ما أنا بجاهد بأمانة إن إحنا عايزين نعيش حياة الكمال ربنا حادينا أحسن ترمومتر يبين إن كنت أنا عايش في حياة الكمال المسيحة ولا لأ بقدر بقدر إن يكون قلبي نقي ما بيشيلش من أي حد حتى اللي بيسيقوا إليه حتى اللي بيجرحوه قلبي ما أحافظ عليه إنه ما يشيلش من أي حد خالص ولا أتمنى لحد الشر أو الأزيل بل كمان أطلب من أجلهم وصلي من أجلهم إذا وصلت الدرجة دي يبقى وصلت النقاوة للقلب دي جزء أساسي من حياة الكمال المسيحة ربنا يدينا كلنا يا حباء إن إحنا نعيش إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر